السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الكوتل للدعم المدرسي والذي سأقدم من خلاله تصحيح النموذج الثاني للفرض الأول الخاص بمادة الرياضيات للمستوى الثالث سوف أترك لكم رابط تحميل هذا الفرض في صندوق الوصف قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك في القناة لدعمي لتقديم الأفضل إذن سوف نمر لإنجاز التمرين الأول إذن بالنسبة للسؤال إذن لدي مجموعة من العمليات يجب أن أقوم بإنجازها سوف نبدأ مع العملية الأولى الخاصة بعمليات الجمع إذن لدي أربعمائة وتلاتة وعشرون زائد خمسمائة وتسعة وعشرون إذن سوف نبدأ أولا بالوحدات تلاتة زائد تسعة تساوي اثنى عشر حسن جدا إذن سوف نكتب اثنان ثم نحتفظ بواحد فوق العشرة ثم لدي واحد زائد اثنان تساوي تلاتة زائد اثنان تساوي خمسة أحسنتم سوف نكتب خمسة ثم لدي رقم المئات أربع زائد خمسة تساوي كم؟ أحسنتم تساوي تسعة إذن حصلنا على تسعمائة واثنان وخمسون سوف نمر للعملية الموالية وهي كذلك عملية جمع إذن لدي خمسمائة وستة وستون زائد ثلاثمائة وواحد وعشرون إذن سوف نبدأ كما العادة برقم الوحدات ستة زائد واحد تساوي سبع أحسنتم ثم ستة زائد اثنان تساوي تمانية حسن جدا إذن سوف نكتبه تمانية أسفل رقم العشرات ثم لدي بنسبة لرقم المئات خمسة زائد ثلاثة تساوي تمانية حسن جدا إذن خمسة زائد ثلاثة تساوي تمانية إذن حصلنا على تمانمائة وسبعة وتمانون سوف نمر للعملية الثالثة وهي عملية الطرح إذن لدي خمسمائة وسبعة وتمانون ناقص أربعمائة وواحد وعشرون إذن سوف نبدأ أولا بطرح أرقام الوحدات إذن سبعة ناقص واحد سبعة أنقص منها واحد إذن سوف أحصل على ستة حسن جدا ثم تمانية ناقص اثنان أحسن ثم تساوي ستة ثم خمسة ناقص أربعة خمسة أنقص منها أربعة تساوي واحد حسن جدا إذن حصلت على مئة وستة وستون سوف نمر الآن لإنجاز العملية الأخيرة وهي عملية الضرب حسن جدا المطلوب منها حساب الجداء إذن مئتان وخمسة وأربعون في اثنان إذن اثنان في خمسة تساوي عشرة أحسن ثم سوف نكتب الصفر ثم نحتفظ بواحد حسن جدا ثم لدي اثنان في أربعة تساوي تمانية حسن جدا زائد واحد تساوي تسعة إذن سوف نكتب تسعة ثم لدينا اثنان في اثنان تساوي أربع حسن جدا إذن سوف نكتب أربع وبعد نكون قد حصلنا على أربع مئة وتسعون إذن سوف نمر الآن إلى التمرين الموالي التمرين رقم اثنان المطلوب مني أن أكتب كل عدد كتابة مختصرة بالأرقام كما في المثال إذن لاحظوا معي المثال لدي الوحدات ثم العشرات ثم المئات المطلوب مني أن أكتب مثلا رقم الوحدات ثم عدد العشرات ثم عدد المئات ثم أكتب العدد الذي حصلت عليه إذن سوف نقوم بنفس الشيء بالنسبة للعدد الأول لدي كم من وحدة بالنسبة للعدد الأول لدي وحدتين حسن جدا إذن سوف أكتب اثنان أحسنتم ثم بالنسبة للعشرات كم لدي من عشر لدي تلاتة عشرات إذن ماذا سوف أكتب ثلاثون حسن جدا إذن ثلاثة في عشر تساوي ثلاثون حسن جدا ثم لدي ثلاثة مئة إذن لدي مئة الأولى ثم مئة ثانية ثم مئة ثالثة إذن سوف أكتب ثلاثة مئة حسن جدا ثم المطلوب مني الآن أن أجمع العدد إذن لدي ثلاثة مئة زائد ثلاثون زائد اثنان تساوي ثلاثة مئة واثنان وثلاثون حسن جدا إذن سوف نقوم بنفس الشيء بالنسبة للتمرين الموالي كم من واحدة لدي لدي واحدة واحدة حسن جدا إذن سوف أكتب واحد ثم بالنسبة للعشرات لدي اثنان إذن اثنان في عشر تساوي عشرون حسن جدا سوف نكتب عشرون ثم بالنسبة للمئات لدي مئة ثم مئة أخرى إذن سوف أكتب مئتان أحسنتم إذن مئتان زائد عشرون زائد واحد تساوي مئتان وواحد وعشرون حسن جدا الآن الآن سنمر لإنجاز التمرين رقم ثلاثة أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر بمعنى آخر ترتيب تزايد دائما بالنسبة للترتيب أذكر أننا نبدأ دائما من اليسار إلى اليمين إذن بالنسبة للأعداد لدي ثلاثمائة وستة وخمسون خمسمائة وثلاثة وستون خمسمائة وستة وثلاثون ثم ستمائة وخمسة وثلاثون إذن لاحظوا معي بالنسبة للترتيب كيف أرتب أولا ألاحظ الأعداد لدي جميع الأعداد تتكون من رقم الوحدات والعشرات والمئات إذن يكفي أن أقوم بمقارنة رقم المئات كأول مرحلة إذن بالنسبة للعدد الأول رقم مئاته هو ثلاثة العدد الثاني خمسة ثم العدد الثالث خمسة ثم العدد الرابع عفون ستة إذن سوف أختار الرقم الأصغر إذن الرقم الأصغر هو ثلاثة حسن جدا وبالتالي أبدأ بوضع العدد ثلاثمائة وستة وخمسون أحسنتم لأنه أصغر عدد بعد ذلك يليه خمسمائة وستة وثلاثون ضاحدوا معي جيدا هنا لدي عددين أرقام مئاتهم هو خمسة إذن يجب أن أنتقل لمقارنة رقم العشرات لدي العدد الثاني رقم عشراته ستة والعدد الثالث رقم عشراته ثلاثة إذن ماذا سوف أختار؟ سوف أختار رقم العشرات الأصغر وهو ثلاثة إذن خمسمائة وستة وثلاثون أحسنتم ثم يليه خمسمائة وثلاثة وستون حسن جدا ثم لدي أكبر عدد هو ستمائة وخمسة وثلاثون إذن وبهذا أكون قد رتبت الأعداد إذن سوف نمر الآن لإنجاز التمرين رقم أربعة إذن المطلوب مني في هذا التمرين أن أقوم بتلوين باللون نفسه كل ضلعين متوازين في كل حالة إذن لدي الحالة الأولى شكل مستطيل ثم الحالة الثانية شكل المربع إذن سوف نبدأ أولا بالمستطيل المطلوب مني أن ألون كل ضلعين متوازين بنفس اللون حسن جدا سوف نبدأ بالضلع الأول سوف نقوم بتلوينه مثلا باللون الأحمر إذن الضلع الموازي لهذا الضلع هو الضلع المقابل له حسن جدا لأنه في المستطيل كل ضلعان متقابلان متوازين إذن نفس الشيء بالنسبة للطول سوف نقوم مثلا بتلوينه باللون الأصفر إذن الطول المقابل له هو المستقيم الموازي له إذن سوف أقوم بتلوينه بنفس اللون إذن تذكر دائما بالنسبة للمستطيل كل ضلعان متقابلان متوازين سوف نمر الآن إلى المربع بنفس الطريقة سوف نبدأ أولا بتلوين الضلع الأول مثلا بنفس اللون الأحمر ثم الضلع المقابل له هو الضلع الموازي له إذن سوف ألوينه أيضا باللون الأحمر ثم بالنسبة للضلع الآخر سوف أقوم بتلوينه مثلا باللون الأخضر أو الأزرق هافون إذن الضلع المقابل له هو الضلع الموازي له حسن جدا الآن سوف نمر إلى تصحيح التمرين رقم 5 إذن المطلوب مني أن أرسم مستقيما يمر من النقطة ويكون عموديا على المستقيم إذن لاحظوا بالنسبة للتمرين لدي مستقيم ثم لدي نقطة المطلوب مني أن أرسم مستقيما عموديا على هذا المستقيم ولكن بشرط أن يمر من النقطة بالنسبة للتعامد دائما نستعمل الكوس حسن جدا إذن نضع الكوس بهذه الطريقة نتأكد جيدا من وضع الكوس ثم باستعمال قلم الرصص نرسم مستقيما عموديا وفي نفس الوقت يمر من النقطة بهذا الشكل إذن حصلنا على مستقيم يمر من المستقيم الأول ومن النقطة وبهذا نكون قد أنهينا فيديو اليوم أتمنى لكم كل التوفيق إلى فيديو مقبل إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمي لتقديم الأفضل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر